بخطوات تائها وتحت الصدمة تتفقد هذه العجوز ما تبقى من أخصان مخترقة أين أتت ألسنة النيران الحارقة على بسانها بإحدى مناطق بن حواء بعد موجة الحرائق الأخيرة هناك ثقافي السيدة أم الخير كانت تعمل على خدمة بعض الأشهر في هذه المساحة الصغيرة والتي لا طالما كانت كمصدر رزق لها وابنتها لكن اليوم أشجار رمان الزيتون وبعض شجيرات الفوكه تحولت لرمادة هذه المرة مسكينة كان دير الرمان اللهنية ودير الكرم ودير الزيتون كانت تعيش بها مسكين ما عندها لا الرجل ما عندها لا لولد عندها واحد ولدها راح في الصحراء في بسكرة وهي مسكينة القوث اللي كانت تقوث بها روحا ما عندها اجد لك الرمان تنحرق الكرم كيف كيف رحيك لا توقع النار يعني والله يا رامرة هذه غير راحي في مشكلة كبيرة جاء حنا تفينها الشاب وحد نعونا تركها جوارين نعونا نوقع ركشوا السجرة راحي راح تقعدتي وتأكلتهم من نارقع 15 سنة وحنا نقاسي وركشوف اليوم رانا رجعنا هزيره أفعال تخريبية لم تقضي فقط على المساحات الخضراء والمنتجة بل قضت على مصادر عائلات بسيطة معوزة زادها تصرفات أشخاص غير مسؤولين غبلا بهذه المناطق المعزولة في مصادر عائلات بسيطة معوزة إن شاء الله يخلفوها يخلفوها إن شاء الله